السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اليوم كيف ما طلبتوا مني المزيد من الأطباق الصينية والمزيد من الأطباق الآسيوية وغدي نحضرو في هذا الفيديو النودلز باللحم على طريقة المطاعم نفس المكونات اللي كيستعملوها في المطاعم ونصائح كيفاش تحضروها في البيت وتحصلوا على نفس النتيجة نفس المداق ونفس شكل فبلوما نطول عليكم خلوكم مع الطريقة دي للتحضير ونبدأو على بركة الله غدي نحتاجو هنا لوحد قطع دي للحم أو ستيك وكل ما كان ستيك نوعية مزيانة كل ما النتيجة غدا تكون مزيانة في الأخر بالنسبة للستيك اللي هنا أنا استخدمت قطع دي لل100 جرام وهدي تقريبا كافية للشخص واحد حتى الشخصين مشي ضروري أنه يكون لحم بزيف كنناخذوها وكنقطعوها للشرائح تكون رقيقة بهذا الحجم ضروري تقطعوها للشرائح تكون رقيقة بزيف حتى تدخل فيها التتبيلة وتجير طبا في الآخر النفس الطريقة اللي كيعملوها في المطاعم من بعد ما كان قطعو القطعة كاملة بنفس شكل غدا نمرو لتحضير التتبيلة اللي سهلة وبسيطة وبالنسبة للتتبيلة غدا نحتاجو هنا السكنجبير عرق أو الزنجبيل طازج اللي كيكون بهذا الشكل كنناخدو منه غير قطعة صغيرة كنقشتروها نزولو لها القشور وكنحكوها مزيان تقريبا واحد نصف معلقة صغيرة ديل السكنجبير عرق أو ديل الزنجبيل الطازج ونزيدو عليها نصف معلقة ديل الخل البيض ونزيدو سلسط السوجة الكمية هنا كتختلف على حسب الكمية ديل الحم اللي استخدمته مع 100 جرام تقريبا ربعات المعالقة هي كمية كافية ومن الاحسن انكم تستخدموا سوي سوس أو سلسط السوجة اللي تكون خفيفة هكذا المداقع يكون عندنا معتادل بالنسبة للناس اللي ما متعودينش على هذا النوع من الأطباق ونزيدو واحد نصف معلقة ديل الميزينة أو ديل الدقاقة ديل البترة ونخلطوهم مع بعدياتهم مزيان كنحطو الحم في هذيك الخلطة ونخلطوهم مزيان ونخلوه يرتاح في تلاجة تقريبا الواحد مدة ديل الساعة حتى كيشرب النكهة وشرب هذيك التتبيلة من بعد ساعة هذا هو شكل ديله كيف ما كتشوفوا اللون ديله كيتتغير وكيشرب هذيك النكهة بلا ما تزيدو الملح الناس اللي كيعرفو سلسط السوجة ركتكون مالحة بالساف وتقريبا المداق ديله كيكون في حل المداق ديل القديد بالنسبة للخضراء غدي نحتاجو هنا الجزر استخدمت غير نص حبة ديل الجزر حكيتها مزيان والملفوف تقريبا واحد الكمية صغيرة ديل الملفوف وعندي هنا البصل الأخضر أو البصلة الخضارية كنزولو هذيك الجزء اللي تحت مكرمي وش كنحتافظو بي نستخدموه في أطباق أخرى في الأطباق العادية مع الطاجين أو مع القاملة العادية ديلنها وكننا اخدو هذ القطعة ديل البصلة الخضراء اللي كتكون الفوق اللي كتكون الجزء الخضر وكنقطعوه الشرائح طويلة بنفس شكل وأهم شي عندنا هنا هو الماكرونة أو النودلز وعارف غدين تسولوني على أي نوع ممكن تسخدموه ممكن تسخدمو أنواع كتيرة لكن أشهر نوع هو هذا النودلز السيني اللي كيكون في الإندومي وكيتسخدم بكثرة في المطاعم السينية لكن لما كانش عندكم ممكن تسخدمو أنواع أخرى مثل هذ النوع اللي كيكون عريض بهذا الشكل هذي هنا عندي نودلز طايوانية وفيها السينية وكين مزاف ديال الأنواع اللي ممكن تسخدموها وديما الناس كيسولوني وش ممكن تسخدمو الشعرية العادية مثلا سباكيتي نعم ممكن تسخدموها والأحسن اللي كتو تسخدمو سباكيتي تسخدمو النوع الرقيق كتكون مكتوب علي سباكيتيني فكين نزوج أنواع سباكيتي العادية كتكون غليدة وسباكيتيني كتكون رقيقة أنا اليوم غادي نستخدم النودلز العادية نفس النودلز ديال الإندومي كنا ناخدو الماء يكون طيب مزيان وكنحطو في هذيك النودلز وكنخليوها تقريبا ثلاثة دقائق فعلى حسب النوع اللي غادي نتخدمو بي قرأو غر العلبة كيكون نكتوب فيها المدة ديال الطبخ تقريبا جوز دقائق ثلاثة دقائق حتى الخمسة دقائق كنخليوها في الماء المغلي حتى كالطيب عندنا ومن بعد كنزولوها وكنصفيوها ونخليوها علجن وبالنسبة للسلسات اللي غادي نستخدمو سلسة السوجة اللي شتوفو في الأول السلسة الخفيفة من الأحسن أنكم تستخدمو النوع الخفيف وعندنا هنا السلسة اللي ضرورية هي سلسة الأويستر أو السلسة ديال المحار أو ديال اللي زويتخ هاد السلسة هي اللي كتعدادك للمدق الخاس والمدق الزوين اللي كيكون في ذاك النودز اللي كتشروها من المطاعم وبالنسبة للزيت غادي نستخدمو هنا الزيت ديال الزنجلان ضروري تستخدمو الزيت ديال الزنجلان لكن لم كانش عندكم ممكن تستخدمو الزيت العادي لكن كيف ما قلتليكم لا بغيتوا تحصلوا على نفس المدق ديال المطاعم فضروري تستخدمو هاد السلسات بثلاثة كنا اخذو مقلة كنحطوها على العافية وضروري تسخنوها مزيان تسخنوها حتى تشوفو الدخان بده طالع منها وكنحطو الزيت ديال زنجلان كيف ما كتشوفو هنا الدخان بده طالع عندي من المقلة داروري تكون سخونة بالسف وكنحطو هذك الكاتعة ديال الحم من بعد ما كنصفيوها وكنطيبوها تقريبا لمدة دقيقة وحدة فعليش هذك الشي المقلة خستة تكون سخونة بالسف حتى اللحم كي طيب عندنا بالزربة هكدا باش كي بقى رطب وما كيخرجش هذك الما دياله كنزيدو الخضرة ديالنا خيزو الكاروت والملفوف كنخلطوهم تقريبا لواحد مدة ديال نص دقيقة فالخضرة هنا حتى هي مخسكمش تطيبوها بالسف خاصة تبقى مقرمشة وتسافدو من القيمة الغدائية ديالها من بعد ما كنخلطوهم مزيان كنزيدو الشعرية ديالنا أو النودلز كنخلطوها حتى هي مع الحم ومع الخضرة فالشعرية السينية أو النودلز كتكون عندنا مطبوخة أغر كنخلطوها مع الحم والخضار وكنعملو واحد الفراغ في الوسط ونبدو نضيفو السلسات ديالنا أول سلسة عندنا هنا هي السلسة ديال اللي زويتخ أو السلسة ديال المحار اركض تباع عند العبطار وتمن دياله ما كيكونش غالي بالسف تقريبا كنزيدو واحد معلقة وحدة وكنزيدو واحد زوج معلقة ديال سلسة السوجة ونخلطو كل شي مع بعدياتو وتقريبا هنا طبق عندنا جاهز غدا تبقى غير إضافة خفيفة اللي كتعطي مداك يكون أحسن كنوقفو العافية عدا كنزيدو البصلة الخضرة البصلة الخضرة مخصاش تبزة فضروري توقفو العافية وآخر حاجة هي البصلة الخضرة كنخلطو كل شي مزيان مع بعدياتو وبالنسبة للناس اللي كيحبو الحار فممكن تزيدو اي سوس حارة سواء الطباسكو او اي نوع ديال السوسات الحارين الهريسة او الحبوب ديال الحار كيف ما حبيتو ما كنتوش كتحبو الحار فرالما داك يكون زوين وواحد المعلومة مهمة هنا هي مش معلومة صراحة هي طريقة ديال الغش فبعد المرات كنحضروا شي طبق وكيجي باسل وممكن عارفوش كنزيرولي بشيرجع بنين طريقة هو انكم تزيدو لي الحار الحار كيخلي اللسان ما يتدوقش لما داكات الاخرين وتيغلب عليه هذك الدوق ديال الحار فهكذا الناس غدي يأكلوا ذك الطبق بلما يحسوا بانه باسل ويجيهم بنين وهكذا كيف ما شفتو الطبق ديالنا ها هو موجود طريقة سهلة ومهلة غدي نحتاجو غير لواحد عصرة خفيفة ديال عصر ديال ليمون في اللخر كنزيدوها هي اخر حاجة وكيف ما شفتو هذا كان طبق ديالنا ديال اليوم تنتمنى انه ونال اعجابكم ما تنسوش مشاركة الفيديو وتكتبو لي التحت على الاطباق اللي حابين تشوفوه وفات القناة ان شاء الله وانا نلقاكم في الفيديو القادم بسلام عليكم نهاركم بروك